برامج تقنية لاستخدمات هاتفية تعلقت مع طلة تواصلات اجتماعية مستخدمون تطبيق واتساب لاحظوا منذ الثانية عشر من متصف ليلة أمس توقف التطبيق عن العملي ليظن البعض أن الخلل يكمن في هواتفهم المغردون في تطبيق تويتر سرعان ما تداولوا خبر تعليق تطبيق واتساب عن العملي حول العالم وخاصة بعد تطبيق تحديث إصداره الأخير في جميع أنظمة التشغيل فتحت أشتاقات عدة المستخدمون تفاعلوا مع الحدث معبرين عن استيائهم من هذا العطل الذي كشف اعتمادهم الأساسي على التطبيق في محادثاتهم ولربما في إدارة أعمالهم الأمر الذي دفع المغردين حول العالم لخلق نوع من المقارنة بين تطبيق واتساب وتطبيق تليجرام للمحادثات الفورية والترويج لمزايا التطبيق الأخير مستخدمين الصور ومقاطع الفيديو المختلطة بحس الفكاهة وحسب نظام تحليل البيانات من أرشيف تويتر رسمي بلغ عدد التغريدات تحت هذه الهاشتاقات في الفترة ما بين الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل إلى الساعة الحادية عشر صباحا على مستوى العالم بلغت 243 ألفا وخمسمائة تغريدة بمعدل 2800 تغريدة في الدقيقة الواحدة وكان أقصى معدل التغريدات تحت الهاشتاق في الساعة الواحدة من صباح اليوم